يا دكتور احنا عاملين اهداف رئيسية بتسعى او بتستهدفها مبادرة اللي هي مبادرة شارك في الحل بتسعى لتحقيقها ايه هي الاهداف الرئيسية اللي المفروض يتم تحقيقها يعني هو زي ما حضرتك تفضلت هي مبادرة تم اطلاقها من وزارة البيئة طبعا برعاية دكتورة ياسمين فؤاد ضمن يعني كجزء يعني من الرؤية العامة لوزارة البيئة وضمن استراتيجية الدولة عشرين تلاتين احنا قطعنا شرط طويل طبعا خلال العشر سنوات اللي فاتت وهي فعلا بتستهدف تعزيز العمل المناخي كلنا يعني بنعاني من تغير المناخ طيب بكل تأكيد هنتكلم عن كل تفاصيل هذه المبادرة لكن بس انا عايزة اعرف من حضرتك وحدة الازون في وزارة البيئة طبيعة عملها ايه و ايه المهام اللي بتقوم بيه وحدة الازون هي موجودة في كل دولة من دول العالم هي بتعمل كنقطة اتصال ما بين الاتفاقية الدولية اللي هي اتفاقية ديينة وبروتوكول منترياد لحماية طبقة الازون وبين يعني الجهات الحكومية طبعا والشركاء اللي هم اصلا بيتعاملوا في المواد اللي هي تسببت في ظاهرة استنفاذ طبقة الازون طبعا من خلال طبعا وزارة البيئة كجهة مشرفة على الاتفاقيات البيئية الدولية ويعتبر بيرتوكول منترياد هو من احد وانجح هذه الاتفاقيات يعني فيه تعاون وتنسيق ما بينكو في وحدة الازون في مصر وباقي الوحدات اللي موجودة في كل دول العالم طبعا التعاون ده بيكون على مستوى الدولي وجميع دول العالم هي يعني أعضاء يعني في أو يعني أطراف في اتفاقية دينا لحماية طبقة الازون وفيه تعاون على المستوى الإقليمي وفيه تعاون على المستوى المحلي ما بين الوزارات المعنية تمام والمجتمع المدني وطبعا عندنا كل القطاعات يعني لأن هذه المواد التي متسببة يعني كانت فيه تضاؤل أو تضاهر طبقة الأزون هي نتيجة استخدام مواد كميائية من صنع الإنسان وبتستخدم في تطبيقات كثيرة جدا ويستخدمها قطاعات عديدة فإحنا يعني بنتعاون مع هذه القطاعات علشان توفيق أوضاعها والتحول لتكنولوجيات نظيفة وصديقة للبيئة ويعني بنحاول نوفر لهم دعم مادي ودعم فني من أجهات المنحة لأننا هنتعرف أن حجم يعني الإنبعاثات عموما في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يعني يمكن لا تمثل 5% من الإنبعاثات على مستوى العالم لكن ده لا يمنعنا أننا نكون فاعلين ومشاركين للمجتمع الدولي لأن فيه مشاكل ظواهر عالمية احنا عندنا اتنين ظاهرة عالمية ظاهرة طبعا تغيرات مناخية وظاهرة تدار سوق بالأذون والاتنين طبعا السبب فيهم واحد اللي هو الإنبعاثات النتيجة عن الأنشطة البشرية وعن الكيميائيات اللي هي مخلقة اللي لها درجة ثبات عالية فبتبدل موجودة في الجو وليها عمر يعني ممكن يوم أو أسابيع ممكن شهور ممكن سنين ترجمة نانسي قنقر